اصعد اللهم سائكم اهلا بكم. اليكم ملخص الحلقة ميتين واربعة وتسعين. عهود بتقول لحور انصدمتي بشوفتي انا رجعت لبيت عمتي. حور بتقول لأملتي عهود بتقول بحبه وما بدي غيره. بتقول بتحبي واحد عنده ولاد ابو مصعب بيقول ليوسف ان احنا ما اتفقنا على هيك بتقول مريم مصر تشوفك. بيقول له انا ما بدي اياها تتعذب بشوفتي. مريم بتقول انا ما راح ارجع على الفيلة الا وانتي معي. ابو مصعب بيقول ليوسف شوف شو اعملت. يوسف بيقول مريم بوعديك راح ترجعي على الفيلة بس اهلق. مو هلق بس اعطيني فرصة تاني. عهود بتكون برا مستني زيد وزيد بيقول له حزرتك ما تجي او جيتي بتقول له هلا باخر فرصة بيقول لك ازا بتقول لي امشي راح امشي وما فرجيك وجهي خالص. او زيد بيقول له استني شوي وفوتي لحتى ما احد يشك فيه. عهود بتفرح وبجواب زيد جيجي على اساس عن تحكي لقاسي عن قصة زواج الهاء وخياني. وكيف تركته بدون ما تخبره وهيك لقت الحل. وبتقول له ازا بدك تلعبي انا جاهز يشهد وجيجي بالكافي وجيجي بتحكي لشهد عن قصة مع فهد بس بتقول له الكافي. فهد بيقول لمنصور كيف بدك تروح لهيك لبيت عماك ومنصور بقول له لا تدخل وانا ما راح قاطع عمي. زيد بيقول لا يوسف ما جيتني. يوسف يطلب من ابراهيم ياخده موعد مع منصور وابراهيم بيقول هاد يمكن منصور خاف منك والدليل اللي ما هو ضعيف وخايف يأزي اخو جيجي بتروح لعند فهد وبتقول له فكرتكم مساكرين قبل الافطال. ابراهيم بيسحب حور من ايده وبيقول له انا ما معي وقت لازم امشي ولا تقولي اني هربت. بتقول له شو راح يتغير نفس الموضوع. بيقول له امي ماتت وبيصير يبكي حور بيمسكو بتقول له اصبر وكون قوي وانا راح انتظرك. ترجمة نانسي قنقر